السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتعرف لا تشكيل المتوقعة للمنتخب الجزائري ضد منتخب النجير في مباراة الثانية في تصفيات المؤهلة الى كهس امم افريقيا الفين واربعة وعشرين. سوف نتعرف لا تشكيل المتوقعة للناخ الوطني جمال بالماضي في لقاء النجير للمواجهة الثانية. سوف نتحدث على جميع التفاصيل وعلى جميع المراكز بتفاصيل عديدة. قبل البداية في التفاصيل للدخول في سمو وضوات تعرفها تشكيلها. اتمنى منكم. لا تنسى الشراك لايك للفيديو سلكاكم جديد. وانا بتاع كلها في التفاصيل اكثر. والدخول في سمو وضعا. طبعا البيديو سوف تكون مع ماركة حرص المرمى. فمبارد الاولى شارك فيها الحارس منظرة. والتوقع في المبارد الثانية سوف يكون منظرة اساسي. اه لان الحارس يمر بالضرفية جيدة مع فريقه. وظاهرة بصورة اه جيدة في اللقاء الاياب. على رغم انه لم اه يتعرض لكثير من الاختبارات ولكثير من التصديات. لكن الهدف الذي سجل فيه ليس بخطأه فهو خطأ دفاعي. وخطأ من قلب الدفاع. اه مركز حرص المرمى وفاول حارس انطوني منظرة. خط الدفاع لاني ندى الايمان فهو المهدي لاريس. الذي كذلك شارك في مباراة الذهاب. وشاركة لمدة سعين دقيقة. لعبا مباراة جيدة ومبتزة. ومن المتوقع ان يكون الساسي انه لعبا مباراة بدون اي اخطاء وبدون اي هفوات. لا من ناحية التمرير ولا من ناحية التمركز. كان جيد لاعب طبعا اما مركز الضهلة ايسر فهو يكون اه سوف يكون من نصيب لاعب نونطل فرنسي جوان حجان. طبعا الكثير سوف يتسأل اين هو رين ايت نوري الذي قدم المستواجد في المباراة الاولى. لكن بعد المباراة الاولى الذي انتهت بفوز الجزائر بهدفي لهدف. قال جمال بالماضي في تصريحيته انه سوف يكون جوان حجم اساسي في مباراة القادمة. ومن المتوقع ان يشارك اساسي اللاعب نادي نونط الفرنسي والدهر ايصار جوان حجام. اه والوافد الجديد للمنتخب الجزائري. قال بي دفاعياتي اللاعب عيسى من دي لاعب يا رياد. اه اللاعب المباراة الماضية. اه طبعا اه من الهفوز ومن الاخطاء المستقبه هو اه الهدف الذي سجل في مرمى الجزائر. فهي باخطاء من عيسى من دي واحمد طوبان. اه وكذلك متوقع في مباراة اليابان يكون اساسي لانه يعتبر من الراكات الاساسية لدى جمال بالماضي. امام عيسى من دي لاعب نادي تراجي تونسي محمد الامين توقاي. اه اه لاعب تراجي تونسي قلب دفاع. لاعب قوي والصرب ومعتد على الاجوال الافريقي وعلى الاجواء التونسية. اه المباراة سوف تلعب في ملعب اه في دولة تونس. اه ومن المتوقع ان يكون محمد الامين توقاي. لانه معزد على الاجواء معزد على اه اجواء في تونس. ولانه يقدم موسيم جيد مع افريق التراجي التونسي. ويشارك بالسمراء. لهذا التوقع سوف يكون على محمد الامين توقاي. اه على حساب اه احمد طوبا ورامل بالسبعينين. طبعا هذا هو خط دفاع المتوقع. اه دفاع سوف يكون بهذا الشكل على ما اتوقع في المئة. اللي يكون هناك تغيير سوف يكون اللاعب قيطون. اللاعب قيطون ما كان اللاعب مهدي لاريز. اه كان هناك تغيير من جمال بن الماضي. سوف يكون قيطون ما كانا مهدي لاريز. في اه الرواق الايمن. قيطون الذي كذلك يلعب في فريق في الدولة الفرنسي الدرجة التانية. اللاعب قوي وصف دفاعيا. وكذلك مساهمه جميعا بطريقة جيدة. واذ لم يكن هناك اي تغيير في هذا المركز. سوف يكون مهدي لاريز هو الاساسي. الان الى وسط الميدان. والبداية مع اسماعيل بن ناصر. اسماعيل بن ناصر من المتوقع ان يكون اساسي لانه يبقى ركيزة اساسية. على الرغم انه في المبارد الاولى لم يكن جيد بنسبة مئة في المئة. لكن هذا شيء عادي بالنسبة للعب عائد من الاصابة مجددا وعائد الى اجواء المباريات. لا مع فريقه ميلان. ولا مع المنتخب الجزائري. هو متوقع ان يكون اسماعيل بن ناصر اساسي. لانه يبقى ركائز اساسية. امام اسماعيل بن ناصر هي تلاعب نبيل بن طاريب لاعب انجي. كذلك لم يدور بالصورة الجيدة في اه دهب. ولم يكن في اه صورة المطلبة. فقدر العديد من الكرات وخسر العديد من الكرات. ولم تكون تدخلته نجحة اغلبها. اه لكن اه كذلك لاعب يبقى مهم في عناصر اه وفي مركز وسط الميدعم. اه وفي امكانه نقدم استواجهة في المبارد القادمة. وفي امكانه نظر بصورة افضل. اه لانه امكانته جيدة. ودائما ما يتويت لانه من الطراز اه من لاعب من الطراز العالمي. امامهم يأتي صانع الالعب سوف يكون التوقع هو اه فراس الشيبي. لمدة توقعت مشاركات فراس الشيبي في مركز الصانع العالي لانه ضائرة بصورة جيدة في هذا المركز في مبارد الدهاب. وكان يدخل الى مركز اه او الى عمق وسط الميدان ليصنع اللعب. وظهر بصورة ممتازة في هذا المركز. وتوقع ان يكون اساسي لانه لا يوجد لعب في وسط الميدان حاليا يقوم بادور صانع الالعب. اه ولا يوجد لاعب بادور هجومية اكثر في المتخاب الجزائري في اللاعبين المستدعاء في وسط الميدان. لهذا التوقع سوف يكون على فراس الشيبي في مركز صانع العالي. اما خط المقدم وخط الهجوم البداية سوف يكون مع الرواق الايسر والجنح الايسر. طبعا سوف يكون يوسب لالي. اذ لم يكن يوسب لالي اساسي سوف يكون التوقع هو مشاركة اللاعب اه بادرتين اه بوعناني في مركز يوسف لالي. اه لكن اذ لم يكن هناك تغير سوف يكون لالي اساسي لانه بالماضي يعتبر هو لاعب اساسي ولاعب مهم في الفريق. على رغم انه كان سيء في مورة التهاب ولم يكون جيد في جميع المحاولات وفي جميع الكورات كان سيء وخسر العديد من الكورات. لكن التوقع ان يكون اساسي واذ لم يكون الاساسي سوف يكون اللاعب اذر الدين بوعناني هو مكانه في مركز جنيح الايمان. اما مركز الرواق الايمان في اه خطه جمع المنتخب الجزائري سوف يكون من طبعا من ناسب القائد رياد محراز اللاعب الذي سجل هدف الفوز في مورة التهاب. اه لقدم مستواجيه التهارة بصورة موجودة على رغم انه عاد الى حسيات مجدد مع فريق ماشر التسيتي لكن يبقى قائد المنتخب الجزائري واحد من ابرز عناصره وواحد من افضل اللاعبين فيها. طبعا التوقع سوف يكون على رياد محراز في الرواق الايمان ولا اه لاعب غير رياد محراز. اما رأس الحربة سوف يكون الاختيرة على بغضة الموجهة لانه قدم مستواجيه في مورة الدهاب بعد داخله وتحرك بطريقة ممتازة وطلبه للكورة جيدة. كذلك الدقة على الاتفاع الخصب يكون ممتاز من بغضة الموجهة. وتتوقع ان يكون بغضة الموجهة اساسية على حيث سبديلور. طبعا هاتي تكلام متوقع علي المنتخب الجزائري. ايه حرص بالمامان درا خط دفاع مهدي لاريس. اذ لم يكن مهدي لاريس سوف يكون قيتون. اه دهل ايسر جوان حجام قلبه دفاع عيسى من دي احمد سوقاي. وعفوان محمد سوقاي. وخط الوسط نابل بن طالب واسمال بن ناصر كلاعب ارتكاس. يأتي امامهم صانع الاعب. خط مقدمة خط بالقائد القائد ريد محلاز ويوسف بيلي. وإلا ما يكون يوسف بيلي سوف يكون بطر الدموع لاني. اما رأس الحربة سوف يكون بونجاح. كآآ رأس الحربة مكان. طبعا المباراة سوف تراع في تنم الساحة الرابعة بتوقيت الجزائر في ملعب آآ تونس في ملعب رادس في تونس ضد المنتخب النجيري. نتمنى توفيق لآآ المنتخب الجزائري في هذه المباراة. وانشاء الله يكون الفوز من نصيبهم. وآآ ضمن التآهول الى آآ امم افريقيا القادمة. هذا وكوش مدينة فلا تنسى الاشتراك لايك في الفيديو سلكاكو جديد. وشكرا المتبعات وإلى اللقاء.